اشتركوا في القناة موضوع معين وتحليل جميع عناصره وتأثيراته من عدة نواحي ضمن ثنائيات أجب عن الأسئلة هل تعتقد أن تكنولوجيا الحاسوب سوف تغير الطريقة التي يتواصل بها الأطفال في المستقبل؟ ولماذا؟ كإجابة مقترحة يمكن أن نجيب نعم أعتقد أن تكنولوجيا الكمبيوتر سوف تغير الطريقة التي يتواصل بها الأطفال في المستقبل من المحتمل أن الأطفال سوف يستخدمون أدوات رقمية أكثر إذن ما هي هذه وسائل أو أدوات الأدوات الرقمية التي سيستخدمها الأطفال بشكل أكبر؟ مثل وسائل التواصل، messaging apps، تطبيقات المراسلة، و virtual reality الواقع الافتراضي للتواصل للتفاعل مع بعضهم This could lead to faster communication هذا قد يقود إلى تواصل أسرع but may also reduce face-to-face interaction لكن هو يمكن أيضا أن يقلل من التفاعل وجها لوجه أي الأطفال لن يكونوا مع بعضهم في نفس المكان يتفاعلون سويا سيتفاعلون خلف الشاشات التكنولوجيا يمكن أن تجعل من الأسهل للأطفال أن يتواصلوا مع الآخرين حول العالم but it could also affect their social skills and the way they build relationships ولكن يمكن أيضا أن تؤثر على مهاراتهم الاجتماعية social skills والطريقة التي يبنون بها relationships العلاقات Can you think of one positive way and one negative way in which technology might change children's lives هل يمكنك أن تفكر بطريقة إيجابية واحدة وطريقة سلبية واحدة حيث تستطيع التكنولوجيا حيث يمكن للتكنولوجيا أن تغير حياة الأطفال أيضا كإجابة مقترحة يمكن أن نقول positive way كيف تؤثر التكنولوجيا على الأطفال بطريقة إيجابية التكنولوجيا يمكن أن تحسن أو تطور التعليم عن طريق إعطاء الأطفال وصول أو منحهم الوصول لمجال واسع أو مدى واسع من المعلومات وأدوات التعلم They can explore new topics and develop valuable skills يستطيعون استكشاف مواضيع جديدة وتطوير مهارات قيمة مثل كتابة الأكواد أي لغة البرمجة وحل المشاكل التأثير السلبي too much screen time can affect children's physical health الكثير من الوقت الذي يقضيه الأطفال وقت الشاشة الذي يقضونه على الشاشة يمكن أن يؤثر بالصحة الجسدية للأطفال مثل التسبب بإجهاد العين أو أنهم سيقومون بنشاطات جسدية أقل وهي يمكن أن تؤثر بقدرتهم على التركيز فوكس وتطوير مهارات اجتماعية قوية اقرأ إجابة أحد الطلاب على سؤال المقالة المعطى أدناه وقارنه بأفكارك من التمرين واحد أي أفكار التي أجبنا عنها هنا ما هي المقالة؟ ما هو سؤال المقالة؟ السؤال هو هل الذكاء الاصطناعي جيد أم سيء للأطفال؟ عنوان المقالة ريجوليتد اي 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 اس جود فور تشيلدرن؟ اي 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 ارتيفشل انتليجنس الذكاء الاصطناعي ها هي ارتيفشل انتليجنس اذا الذكاء الاصطناعي الريجوليتد المنظم جيد للأطفال لنقرأ المقالة إرتيفشل انتليجنس الذكاء الاصطناعي اي اي هذا رمزه اي اي رفيرز تو هاو كمبيوترز كانتو تاسكز that are usually done by intelligent humans إذن إلى ماذا يشير الذكاء الاصطناعي يشير إلى كيف أجهزة الحاسوب يمكن أن تقوم بتاسكس مهمات هي عادة يتم القيام بها بواسطة البشر الأذكية إذن كنتيجة لوجود هذا فإن حواسيب الزكاء الاصطناعي يمكن الآن أن تقوم بأشياء مذهلة بما في ذلك أو يتضمن ذلك كتابة الأغاني حل المشاكل العلمية وحتى المساعدة في إيجاد علاجات كورز لديزيز الأمراض الناس أيضا يستخدمون الـ AI أكثر وأكثر في الحياة اليومية وبالرغم من أنه يمكن أن يجعل العديد من النواحف من الحياة أسهل فإنه يمكن أيضا أن يجعل الأشياء أسوأ خاصة لأطفالنا AI is already used by many forms of social media الذكاء الاصطناعي artificial intelligence يستخدم للتو أي مسبقا من قبل العديد من أشكال وسائل التواصل الاجتماعي social media كما هو الحال مع الأشكال الأخرى لوسائل التواصل الاجتماعي AI can learn about its users' interests and hobbies فإن الذكاء الاصطناعي يستطيع التعلم عن أو التعرف على هوايات hobbies وإنترست اهتمامات يتعلم عن هوايات واهتمامات مستخدمي مثل باقي وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يعلم عن هوايات واهتمامات مستخدمي its users and that includes children وذلك يشمل الأطفال according to the website net positive AI can even identify children's voices وفقا according to وفقا لي ويبسايت الموقع ما اسم الموقع اسمه net positive فإن AI يمكن حتى أن identify يتعرف على أصوات الأطفال this might mean children are directed to online advertising and content that their parents would not want هذا يعني أنه يمكن directed توجيه الأطفال ومين يعني يمكن توجيه الأطفال إلى إعلانات online عبر الإنترنت ومحتوى their parents الأهالي أهاليهم لن يريدوها لن يرغبوا بها إذن عندما يستمع الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة التي يتعامل معها الأطفال لأصوات أطفال يميز أن هذه أصوات أطفال فيظهر لهم advertising وcontent محتوى الأهالي لا يوافقون عليه لا يريدونه لكن تمت برمجة هذا الذكاء الاصطناعي لإظهار هذه الدعايات والمحتوى للأطفال مع ذلك فإن بعض البلدان مثل الأردن تأمل أن تستخدم الذكاء الاصطناعي sensibly بشكل معقول بعقلانية يونيدو هي اختصار United Nations Industrial Development Organization منظمة Organization الأمم المتحدة للتنمية الصناعية Industrial صناعية Development تنمية يونيدو هذه المنظمة Reports تفيد بأن العديد من الصناعات have worked together تعاونت عملت سويا لوضع خطة أو إنشاء خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي artificial intelligence في تطوير البلاد خلال أو عبر السنوات الخمس القادمة Jordan is in a good position for using AI as it is at the forefront of technology هو في وضع جيد أو مكان جيد لاستخدام AI as it is بما أنها حيث أنها Forefront الطليعة أو المقدمة حيث أنها في مقدمة التكنولوجيا Forefront مقدمة أو طليعة The people looking into using AI in Jordan are hoping it will help in science الناس الذين يتطلعون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الأردن are hoping يأملون أنه سوف يساعد في العلوم investment الاستثمارات and government services والخدمات الحكومية government services خدمات However, there's a danger that this increased use of AI could result in problems with online safety if not controlled ومع ذلك يوجد danger خطر أن هذا الاستخدام المتزايد للاي آي يمكن أن ينجم عنه مشاكل result in ينجم عنه مشاكل مع الأمان الانلاين عندما يكون الشخص متصل بالإنترنت safety if not controlled إن لم يتم ضبطه أو التحكم به أو السيطرة عليه consequently بالنتيجة النتيجة the government plans to set up regulations to address these dangers and strictly control how it is used الحكومة تخطط لـ set up تهيئة أو وضع regulations قوانين أو قواعد لـ address مواجهات هذه المخاطر and strictly control التحكم بشكل شديد بشكل حازم أو مضبوط how it is used كيف يتم استخدامه استخدام ماذا الآي آي الذكاء الاصطناعي of course some people are worried that students using AI might end up with incorrect work بالطبع بعض الناس قلقون من أن الطلاب الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي قد ينتهي بهم الأمر بعمل غير صحيح AI search engines محركات البحث الخاصة بالذكاء الاصطناعي do not always use reliable sources and so information provided by AI might be incomplete or even wrong إذن لماذا بعض الناس قلقون من أن استخدام الطلبة للذكاء الاصطناعي قد ينتج عنه عمل غير صحيح عمل غير صحيح incorrect أي المقصود به إجابات خاطئة أو علوم يحصلون عليها علوم خاطئة لماذا لأن محركات بحث الـ AI لا تستخدم دائما reliable يمكن الاعتماد عليه sources لا تستخدم دائما مصادر يمكن الاعتماد عليها أي في إعطاء المعلومات ولذلك فإن المعلومات التي يتم التزود بها من قبل الـ AI provided by التي يؤمنها الـ AI might be incomplete ربما تكون غير كاملة أو حتى wrong خاطئة نحن لازلنا في مرحلة مبكرة في تطور الـ AI and there is no doubt it is an exciting form of technology ولا يوجد أي doubt check البي هنا لا تلفظ it is an exciting form إذن لا يوجد أي شك doubt check أنه شكل ممتع مثير للاهتمام من التكنولوجيا however مع ذلك without careful rules to control how it is used بدون قواعد careful حذر ولكن هنا دقيق قواعد دقيقة للتحكم بكيف يتم استخدامه and who it is used by ومن الذي يستخدمه يتم استخدامه من قبل من there are undoubted problems with it توجد مشاكل undoubted doubt check doubted مشكوكم بها undoubted غير مشكوك بها أي مؤكدة توجد مشاكل مؤكدة مرتبطة به children themselves might find they are relying on a form of technology that in its present form should not always be trusted الأطفال أنفسهم ربما يجدون أنهم relying يعتمدون على شكل من أشكال التكنولوجيا والذي هو بشكله الحالي يجب أن لا يتم الوثوق به دائما not be trusted لا يمكن الوثوق به as time magazine argues in its article in july two thousand twenty three unless we start to control how we use AI kids will be the biggest losers إذن ماذا قالت مجلة time مجلة time argues تجادل في مقالتها في شهر تموز من العام الفين والثلاثة وعشرين وتقول ما لم unless ما لم نبدأ بالتحكم بكيف نستخدم الذكاء الاصطناعي فإن الأطفال سوف يكونون أكبر الخاسرين losers خاسرين biggest الأكبر the biggest الآن أكبر 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 اشتركوا في القناة